مشاهدينا وللحديث عن الانتقادات لتشكيلة حكومة السوداني والربض الشعبي لها مع التأكيدات بعجزه عن الإفاء بوعوده لأسيبا بما يتعلق بتطوير الجيش والشرطة معنا من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي العراقي الدكتور جاسم الشمري سلام عليكم دكتور عليكم السلام ورحمة الله حياكم الله هل يمكن تطوير جهاز الشرطة والجيش بمعزل عن اتخاذ قرارات بحل الميليشيات أو على الأقل تحجيم نفوذها ومنعها من السيطرة على هاتين المؤسستين الجيش والشرطة نعم شكرا لكم أهلا بكم طبعا لا يمكن منطقيا لا يمكن قبول هذه الفرضية نعم وبالعودة إلى الدستور العراق بعد عام 2005 والذي يعترف به السياسيون الموجودون في العملية السياسية نجد أن المادة التاسعة باء من الدستور تحضر تشكيل أي ميليشيا خارج إطار قوات المسلحة العراقية نعم وعليه ما موجود هو مخالف للدستور حتى لو قال البعض أن الحجد الشعبي تم بقرار من مجلس النواب هذا الأمر غير صحيح على اعتبار أنه لم يتم تعديل الدستور العراقي وبالتالي لا يمكن قانونا أن يبقى هذا الكيان خارج إطار القوات المسلحة لكن الواقع الموجود اليوم مختلف تماما اليوم الحجد الشعبي هو أقوى من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وأكثر الفعاليات التي عقدت مؤخرا في العراق كان الحجد الشعبي هو الذي ينفذ عمليات الحماية والسيطرة والترتيب والتنفيذ وكان العراق خالم من وزارة الدفاع والداخلية والأمن الوطني وموجب هذه النظرة أعتقد أنه المطلوب هو أن يكون الحجد الشعبي العراقي هو يمثل الحرس الثوري في إيران وبالتالي هناك نوع من الترتيب المستقبلي لأن يكون الحجد الشعبي هو المؤسسة الأمنية الكبرى الموازية للمؤسسة السياسية في العراق وهذا الأمر كما تعلم يعني ذوبان وزارتي الدفاع والداخلية ضمن الحجد الشعبي وليس العكس كما يرى الدستور العراقي نعم ماذا تعني أيضا دكتور هذه التوقيفات حاليا التي نشهدها لضباط من شبكة كبيرة لتهريب المشتقات النفطية في محافظة البصرة يعني إلى أي مدى تحولت مؤسسات مهمة كالجيش والشرطة إلى أدوات تستخدم للفساد والاستشرائه في العراق طبعا الموضوع ليس جديدا يعني سبق أن تحدث المئات من العراقيين عن هذه الحالة لكن يبدو أن الأمور كانت ضمن قدرة هذه القوى على أن تبقى خارج إطار المساعدة لكن يبدو أنه بعد تشرين أمور اختلفت وربما حينما ننظر لهذه الترتيبات الحكومية الجديدة بين هلالين وربما يمكن أن ننظر لها من عدة زوايا الزاوية الأولى أنها محاولة لترتيب الأجواء مع التيار الصدري على اعتبار أن شعار التيار الصدري هو الإصلاح وربما يراد أن يقال التيار الصدري ها نحن نعمل من عجل مكافحة الفساد الموجود وبدليل أننا ألقينا القوض على ضباط كبار في حماية المنشعات وهذا من جانب من جانب آخر ربما بسبب الثورة الشعبية والغيالان الشعبي المتنامي في العراق أطيح بالصدف الثاني من الفاسدين يعني في المراحل الماضية أطيح بالصدف الأول من صغار الفاسدين اليوم هناك مرحلة هي ما قبل الأخيرة هي الإطاحة ببعض رؤوس كبيرة من الفاسدين وهذا يعني أن هؤلاء ربما سيعترفون على شخصيات كبيرة لا يمكن لضابط كبير في الجيش العراقي أو في وزارة الداخلية أو في الدفاع أن يدخل نفسه في مثل هكذا عملية دون أن يكون لديه ترتبات مع فلان وفلان من كبار مسؤولين لكن يبدو أنه تمت الإطاحة بهم وربما سيتم طيح نتائج تحقيقات مع هؤلاء بمرور عيام وبالنتيجة سنكون أمام مجرد ملفات أثيرة لكن بدون نتائج حقيقية وبدون استعادة للمورة من العراق كما لم تنتهي أي لجنة تحقيق إلى حل لماذا أيضا اعتبر الكثيرون من أن السوداني قد بالغ كثيرا في الوعد الذي أطلقه بتطوير الجيش وإلى أي مدى يأخذنا هذا إلى السؤال عن استقلالية المؤسسة العسكرية والجيش في العراق يعني ربما هذا الكلام تحدثنا عنه في إجابة السؤال الأول وبالتالي لا أعتقد أن الإجابة تخرج عن إطار السياق السؤال على الرغم من أن السوداني اليوم كما تعلم هو القائد عام لقوات مسلحة في العراق ويمتلك صلاحيات حقيقية يفترض أن ينفذها لكن هو يعلم كما رأينا في مرحلة الكاظمي كيف أن الحجد الشعبي كان أقوى وكان يتحدى الكاظمي وكان يتهم الكاظمي بالخيانة والعمالة وكثير من التهم التي بموجب القانون العراقي يفترض أن يؤدم عليها القائد عام لقوات مسلحة حينها أو يتم تقديم الذين اتهموه إلى العدالة لكن يبدو لا نفذ هذا الأمور ولا من ينفذ أمر آخر وبالتالي ما تفضلت به من تطوير وزارة الدفاع أو استقلالية وزارة الدفاع أعتقد أنه يبقى ضمن خيمة الحجد الشعبي المسيطرة وعموم المشاهد السياسية والأمنية والاقتصادية في العراق طيب أيضا في هذا الإطار ما مدى نجاح وأمكانية نجاح حكومة السوداني في مهامها ولماذا الغالبية تتوقع فشل هذه الحكومة هل يعود هذا إلى طبيعة تكوين الإطار التنسيقي نفسه؟ طبعا في البداية تحدثوا أنه من الممكن أن تكون هناك انتخابات مبكرة خلال عام وهذا كما تعلم جنابك هو أيضا من باب الترطيب الأجواء مع التيار الصدري والصمت الصدري الغريب الذي لم يكن متوقعا ولم حتى الآن الكثير بل مئات من المتابعين من المشهد العراقي مستغربون جدا من الصمت الصدري الذي قلب الدنيا في بعض الأيام وكان معالبا فيه وجميع يتساءل لماذا هذا الصمت المطلق؟ نعم هذا الأمر غريب جدا وكانت تغريدة الصدر يعني تغريدة غير واضحة معالم بعد تشكيل الحكومة وبالتالي هل سيعود الصدر مرة ثانية إلى حالة الرفض أو المراقبة لحكومة السوداني أم أن الصدر قد حصل على بعض الكعكة وسيصمت للمرحلة القادمة وعليه أتصور أن القضية إن نجحت هذه الحكومة في ترطيب الأجواء مع التيار الصدري لا أعتقد أن هذه الحكومة سيتم لطاحة بها بسهولة لكن إن واجهت التيار الصدري سواء على مستوى الأمني أم على مستوى ترطيب العلاقات فأعتقد أنه يمكن للتيار الصدري حينها يعيد تنشيط الشارع العراقي وفي تلك المرحلة ستكون حكومة السوداني في موقف محرج ربما مشابه لحكومة عادل عبد المهدي وربما تضطر للإستقالة وربما تضطر للدعوة إلى انتخابات مبكرة بموجب حل البرلماء أو الاتفاق ما بين رئاسة الوزراء ورئاسة الجمهورية من إسطنبول الكاتب والباحث السياسي على رقي الدكتور جاسم الشمري شكرا جزيلا لك